اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في العقل السالم في الجزاء السالم وبيبي تسلم يا سالم وبيبي تسلم يا سالم اشتركوا في القناة لكن بالاساس لك انت لانك حامل وتحتاج تنظية جيدة هذه تعزز البناعة ومقاومة للامراض وهذه بادي ادي لهم طاقة وبادي قويهم هيا قم الان جهز يا بنتي نروح عند الدكتورة المولد حق ماما بيأكل هذا كله يكفيه قليل بس ولازم انا كمان أكل منه ايش بات تعمل يا سالم ها وان اختفيت وان ادورك حتى ما كملتش تلعبي معي امي بتجيب لنا طفل جديد ها وانتي هنا مشغولة جالسة اقلي الحلويات انا افكر في خطة وبلازم لازم تساعديني يا فرح ها فرح ها اقول لك شي بايجي المولود حق امي وياكل كل الحاجات اللي جابتها لنا جده حتى الحلويات والالعاب من ذا الحل ما بتكونش تحصلي إلا قليل زيت جبل يا بابا هذا الأختك يكفيك الذي بيدك ها 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 كملي اكتب الواجف حق المدرسة بعدين اخرج اللحبي يا فرح ساعديني لازم نتصرف تماما علشان ما يدل عليم الي الاجب الجديد أكثر منا ومعي خطه بتعجبك هم 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 فرح عارفة كيف تتصرف يا سالم وما فيش داعي تعمل خطط أهلاً أهلاً بحبيبتي فرح بابا أعادت تحبني مثل ما كنت أيوة أكيد أحبك الآن وبعدين وطول عمري بجلس أحبك ما فيش حاجة صعبة على فرح قد إحنا خارجات الآن انتبه على البيت يا أبو سالم حاضر يا عمه ولا يهمك أوه تذكرت ما أخذت معي بطاقة متابعة الحمل فرح روح يجي بيها من الدرجة اللي جنب السرير ورجع بسرعة بناخذك معنا ماما ماما اليوم بنلعب أنا وصعدونه ساما مع عزيزة تمام يا سالم لكن خليكم مؤدبين أنت وأصحابك لما نرجع ما بري تأخرش ايش الخطة بقلت لنا عليها بوريكم الآن تعالوا تعالوا معي بجي معنا يا فرح معنا خطة قوية لا متأكد يا سالم إن اللي بطينا لهم بايك فيهم أحيانا تنفيذ الخطط يحتاج إلى نباهة أكثر هيا هيا قلوا قبل ما تجي أمي خالة جتتين هذا كل مفيد بالطفلة الجديد لازم نكملوا قبل ما يجي كتب له يقدى علينا أكثر الحاجات هيا هيا وانتشربين معنا يا عزيزة الحمد لله كلام الدكتورة ضمننا وحالة الجنين ممتازة أيها الحمد لله أشتري أكمل هذا كله بس خاف أني ما بقدرش بعدها تعشتها الليلة لا لا بنكمل كل شي يا سعدون لازم ناقل أبثر من اللي باقل الطفل الجديد مرحبا يا أم سالم الحمد لله شكلك بخير وصحتك تمام ما شاء الله أهلا بجارتنا أيها الحمد لله راجع الآن عند الدكتورة تطمنت على صحتي وصحة الجنين إذن الحمد لله خليك منتبه على نفسك لما تولدي بالسلامة بإذن الله تستمر هكذا بنتي مهتمة بصحتها وتزور الطبيبة بانتظام وما ترهقش نفسها وكمان أطفالها مش مزاعدين هيا هيا تفضل عندنا يا جارة مستعزل الآن مرة ثانية أزوركم إن شاء الله مع السلامة مع السلامة سالم أنا بروح البك أصلا قد تأخرت وأنا كمان ولا حتى عزيزة بتنفعك افتح الباب بسرعة يا سالم ممكن تقولي ليش عملت كذا يا سالم أصلا ظنيت إنك ما بتزعلش مني وبتفرح لي أني أكل كذير فواكه وأكل صحي مثل ما أنت كنت تقولي وتنصحيني وفكرت إن أنا أكون مع أصحابي كريم وأعزمهم وإيش كمان وغلت للطفل الجديد قليل منها مش معقول يا ماما أنه يأكل الحاجات كلها وحده سالم يا حبيبي جدة جابت الحاجات لنا كلنا مش للطفل الجديد وحده واللي فعلته أنت غلط فعلت فوضى في كل مكان وعلشان كذا أنت معاقب بخليك يومين ما تشوفش حلقات الكرتون اللي تحبها أمي ما عد بتفهمنيش كانت خطة فاشلة يا سالم أمي صح أنت صرفات سالم بقت غريبة من يوم ما عرف إن أنا حامل حتى العيشة ما تعشاش إيك فيه اللي يأكلوا من الفواكه والخضروات وبعدين أهل الغيرة والملافثة بين الأطفال طبيعية لا تطلقيش بل لاقي حديث اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر